استمرار هطول الأمطار على مختلف مدن المملكة وتعليق الدراسة اليوم الأربعاء حسب ما أعلنت وزارة التعليم أمطار رعدية محملة بالأتربة والغبار تحد من الرؤية في مناطق عديدة مثل التبوك والحدود الشمالية والعاصمة الرياض وكذلك في منطقة جازان بما فيها الأجزاء الساحلية المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق المعنية دعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الخيطة والحذر وعدم التواجد في الأودية والمواقع المخيطة بها حفاظا على سلامتهم هطول الأمطار في السعودية شمل مناطق عديدة مثل الباحة ومنطقة عسير وكذلك على منطقة تبوك وجازان فيما رافقت كاميرا العربية رجال الدفاع المدني في العاصمة السعودية الرياض أثناء آدائهم عملهم في مساعدة وإنقاذ العالقين في السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على الرياض وشملت الجولة التي جرت في مناطق تقع شرق العاصمة عمليات إنقاذ وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من مخاطر هطول الأمطار والتقلبات المناخية المفاجئة التي تتعرض لها عدة مناطق في المملكة حيث من المتوقع استمرارها خلال الأيام القادمة قتيبة تركستاني العربية